نجم الكبير محمد صلاح نزل صورة لي من شوية على طبعا حسابه الشخصي على الانستجرام أسنع طبعا مواصلته للتدريبات البدنية فيه طبعا الجيم الخاص به الخاص بالمكايا كان فيه احد المراكز التدريب البدنية اللي انتوا شايفينها فيه اشارة وانا بقول لك هو انه طبعا هو لسه بيجهز لكن في نفس الوقت فيه اشارة انه هو مستمر مع المنتخب الوطني وانه هو مكمل مع المنتخب الوطني بعد الاشعات اللي طلعت انه هو ممكن يفكر فيه اعتزال اللعب الدولي والعالم اللي مش عايزة اقول بقى اوصفها بالوصف الطبيعي بتاعهم يعني فكرهم يعني محدود جدا 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 ان هي اللي بيوصل لقيمة وحجم ونجومية محمد صلاح عمره ما بيفكر بنفس تفكير الصغار ولا يفكر في الصغائر فده محمد صلاح عم نزل الصورة دي على صفحته الشخصية وزي ما قلت لك كمان ان محمد صلاح حمدارة استفسر عن موعد اول تجمع للمنتخب الوطني اللي هيكون في مارس المقبل بخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين امام كرواتيا وتونس ونيوزلندا كمان المبارات الثالثة كابتر رضا ما انتش ملاحظ حاجة في الصورة دي قول انت مش ملاحظ حاجة فاكر الاصابة بتاع تراموس شوف كتف الشمال ده وكتف اليمين ده برضو ساعة الاصابة دي قابل كاس العالم في ناس شككت فيه وقيت لك برضو ده هرب من النهاء والتنام ده انا واحد جي قال لي من التابعين بتقعد تحدي الكرة في ذلك الوقت في 2018 في المطار في روسيا مش عايز اقول لي اسمه يعني تقول قال لي ده محمد صلاح خيف على رجله شوف من روسيا يعني شوف الناس اللي بتشتغل بتشتغل عليه من وهو موصل الكاس العالم طيب يعني ردت علي ردك كان وقتها من صريف احسن المهم ان فاكر انت في الكاس العالم هو لعب المطشي الاولاني ملعبش المطشي بتاع روسيا شوية احسنه اقول ليه بالمطشي بس كان لسه مصاب ولعب مطشي السعودية وهو برضو لسه مصاب احسنه ولما ضيع فرصة لو تفتكر برضو تقام عليها حملة زي دي احسنه احسنه كنا ساعتها في روسيا ما كناش هنا بس اتقامت عليها حملة زي دي في مصر احسنه لما ضيع واحدة وكان جاب جونين في المطش ده لو تفتكر فاكر ولا مش فاكر ايو احسنه ايو 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 بص كان دراقه اعملي ازاي يعني بص وما كانتش لسه اكتمل شفاء ولعد وجاب جونين ورغم كده الناس ما كانتش سعباء في حياته طبعا ربنا بينصره مش احنه يعني ربنا معاه بينصره بس عشان بس الناس اللي هي الا دي اللي انت بتتكلم عليهم دول اللي هم دلوقتي بيسخنوا الراجل عشان ما يسيبش جنيه مش دولار هي الناس دي مصرية ولا جنسيتهم ايه